ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فالله مجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته أما بعد فعود الحميد أحبتي في الله إلى برنامجكم اقتربة الساعة وعنوان هذه الحلقة من علامات الساعة مجاوزة الحد في الدعاء من علامات الساعة لاعتداء في الدعاء عدم التأدب بآداب الدعاء روى أبو داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم والحديث صحيح أن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه سمع بينه يقول يعني في الدعاء عبد الله ابن مغفل الصحابي سمع ابنه وهو بيدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة بيكتب العنوان عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء يعتدون في الوضوء في الغسل بالإصراف ويعتدون في الدعاء بعدم الالتزام بآداب الدعاء الدعاء أفضل عبادة الدعاء مخي العبادة غير صحيح لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الذي ثبت اسمع روى الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي وصححه الألباني عن ترجمان القرآن البحر الحبر ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء شفت الحديث بقى؟ أفضل العبادة الدعاء وروى البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أفضل العبادة الدعاء الدعاء هو العبادة أفضل العبادة الدعاء ليه؟ لأنك كلما رفعت يديك إلى الله تسأله جرى القلم في يد الملك بكتابة آلاف الحسنات كلما قلت يا رب أعطني يا رب أعذني يا رب أعتصم بك يا رب اغفر لي يكتب لك الملك لا ندري بهذا الدعاء مئة حسنة ألف حسنة عشرة آلاف حسنة أنت رابح رابح كلما دعوت وقلت يا رب يا الله بشرط ألا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم الدعاء عبادة بأى النبي محمد قال أفضل العبادة الدعاء وقال الدعاء هو العبادة بأى الدعاء عبادة أيوة الله سمى الدعاء في القرآن عبادة قال الله عز وجل وقال ربكم دعوني أستجب لكم ما أكرمك يا رب عمرك شفت غني عمرك شفت كريم عمرك شفت قادر هو اللي بيطلب من الناس يسألوه أطلبوا وندلكم وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه نصرخ في الدعاء يا الله نعمل كده أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه رد الله على هذا السؤال بنفسه في القرآن فقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله أي إيناس وأي قرب وأي ود أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ربنا سميع مجيب قريب قال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بالدعاء تزول المصائب بالدعاء ترفع المعائب بالدعاء تحل الرحمات والخيرات والبركات قال تعالى في قرآنه اسمع قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم الله يا لها من آية قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم فإذا حل بك يا عبد الله البلاء فلا تسخط ولا تيأس ولا تقنط بل تب واستغفر وادعو وتضرع يأتيك الفرج قال ربنا فلولا فلولا رضي الله عنه وعنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يعني أو المرأة يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ربنا الحيي الكريم يستحي إنك ترفع لأديك وتطلب منه ويردهما لك فارغتين خائبتين والله الحمد لله على أنك يا الله أنت الله الحمد لله على أن ربنا هذه صفاته حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ومن كرم الله إنه يغضب على من لم يسأله كريم يحب أن يعطي قادر يحب أن يرفع الغم اسأله ولا تسأله غيره قال رسول الله إنه من لم يسأل الله يغضب عليه تصور إحنا من ناش غيره هتقول يا نبي ولا يا ولي من ناش غيره إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله اسأل ربك في الأمور الكبيرة العظيمة واسأله في الأمور البسيطة ولا تسأل غيره إنه من لم يسأل الله يغضب عليه رواه الترمذي وصححه الألباني ولله ضر الشاعر عندما قال معلقا فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الدعاء فيه المنفع العظيمة على كل حال روى الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع قال رسول الله الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم يا عباد الله بالدعاء يا أخي عبادة سهلة كلما وجدت فرصة قل يا رب اغفر لي يا رب اعفو عني يا رب ارزقني يا رب التف بي يا رب نجيني يا رب اجعلني مع النبيين صعب عليك الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل النبي بيوصينا بيقول فعليكم عباد الله بالدعاء القضاء لا يرده إلا الدعاء روى الترمذي والحاكم عن سلمان وحسنه الألباني قال رسول الله لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وروا الترمذي عن عبادة بن الصامت وحسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض مسلم والله حديث رائع ليتنا نعمل به ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يعجل يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي طب قدام كل الكرم ده نعمل إيه نعمل إيه ندعو بالليل والنهار بخير الدنيا والآخرة وإلا من ترك هذا الخير العظيم إنسان عاجز إنسان مغفل إنسان جاهل بجهل عظيم روى ابن حبان وأبو يعلى وصحاحه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء الله وفي بخل بالسلام طبعا وبخل بالكلام وبخل بالطعام وبخل بالمال وبخل بالعلم بخل بالطعام وأبخل الناس من بخل بالطعام وأبخل منه من بخل بالسلام يعني أنت تقبل إن واحد يوقفك في الشارع وقولك والله حصل لك كيت وكيت محتاج بس 200 جنيه تقوله والله على الله سهل الله لك الناس يقبلوا ده منك إنما حد يوصل لحد بيتك ويخبط على الباب وقولك عابر سبيل انقطعت به السبل عايز بس رغيف عيش وشوية ملح طب لو رديته كل الناس تنكر عليك لأ ده فيه واحد بخله أبخل من البخل بالطعام البخل بالسلام تقوله السلام عليكم ورحمة الله يقولك وعليكم سلام ورحمة بعض الناس يقولوا كده ده لو بيحيي بتحية الإسلام ولسه فاكر يا أخي حيي بمثل التحية أو بأحسن منها قال رسول الله إن أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء بقى ربنا يقولك اسألني وأنا أعطيك النبي يقولك ربنا بيغضب عن اللي ما بيسألهوش النبي بيقولك اسأل ربنا في كل كبيرة وصغيرة عبادة سهلة إما أن يعطيك دعوتك أو يدخيرها لك حسنات في الآخرة أو يصرف عنك مثلها من السوء تضيع الخرد كل لي يا عاجز أعجز الناس من عجز عن الدعاء هذا والدعاء له آداب ومن علامات الساعة الصغرى عدم الالتزام بهذه الآداب من هذه الآداب أن تختار الأزمنة الشريفة والأمكنة الشريفة التي يستجاب فيها للدعاء ومنها الثلث الأخير من الليل لك عند الله حاجة نش على التلت الأخير من الليل مغرب بيدا الساعة كام؟ والفجر الساعة كام؟ أسمي الوقت ده على تلاتة التلت الأخير هذا ثلث ينزل فيه الرب نزول يليق بجلاله إلى السماء الدنيا وينادي أنا الملك أنا الملك هل من سائل فأعطياه؟ تضيع الفرصة دي ازاي؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من تائب أتوب عليه؟ قال رسول الله أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن رواه التلمذي والنساء والحاكم وصحاحه الألبان في الجامعة روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه وذلك في كل ليلة الدعاء الدعاء في الثلث الأخير من الليل مستجاب إن شاء الله اتنين عند السجود الدعاء مستجاب قال رسول الله وأما السجود قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وإن تراكع ما تدعيش سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح كدوس رب الملائكة والروح تعظيم قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا يعني جدير أن يستجاب لكم رواه مسلم وقت السجود وقت استجاب الدعاء عند نزول المطر عند التقاء الجيشين عند صياح الديكة دعوة الوالد لولده الأربعة دول من الأدعية المستجابة روى الشافعي والبيهقي وصحاحه الألباني في الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيش وإقامة الصلاة ونزول الغيث عند الأذان بين الأذان والإقامة عند الإقامة الدعاء مستجاب روى أبو يعلى والحاكم وصحاحه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء الله مؤذن يؤذن تردد من وراه وبعدين تصلي على سيدنا النبي وتسأل له الوسيلة وبعدين والآخرة ده دعاء مستجاب لا تضيعه آخر ساعة في نهار الجمعة ساعة استجابة يعني بعد العصر من بعد العصر للمغرب الوقت ده كله زمان استجابة الدعاء سيما الساعة الأخيرة بعد العصر قبل أذان مغرب يوم الجمعة روى أبو داود والنساء والحاكم شوف كلها أحدث صحيحة وأنا حريص على هذا من أول حلقة خرست فيها إليكم روى أبو داود والنساء والحاكم وصحه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثنت عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر بساعة الاستجابة يوم الجمعة إمتى؟ آخر ساعة بعد عصر الجمعة ما تقعد الساعة دي في دعاء إيه المشكلة؟ في دعاء دعاء لك ولغيرك دعاء الأخي لأخيه بظهر الغيب مستجاب عايز ربنا يستجب لك ادعو لإخوانك في غيابهم واللهم اغفر لعمي فلان ارزخ أخي فلان ارحم جاري فلان تب يحصل حاجة عظيمة أوي دعاءك مستجاب قال رسول الله دعاء الأخي لأخيه بظهر الغيب لا يرد رواه البزار وفي رواية دعاء الأخي لأخيه بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل يا رب ادله زي الدعاء ده يا رب ارحم أبي الملك يقول آمين وارحم فلان الذي دعا لأبي يا رب ارزق جاري محمد الملك يقول يا رب ارزق محمد وارزق هذا الذي دعا لمحمد دعاء مستجاب دعوة المسافر مستجابة دعوة الصائم مستجابة دعوة المظلوم مستجابة دعوة الوالد لولده أب أو أم مستجابة قال رسول الله ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر وفي رواية ودعوة الوالد لولده تشوف الأزمنة والأمكينة للدعاء بيستجاب فيها عند زمزم عند المقام عند الحجر الأسود بين الركن والمقام عند صياح الديكة ثلث الأخير من الليل عند نزول الغيث عند التقاء الجيوش وإنت مسافر تدعو بظهر الغيب لإخوانك شوف الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ودعو فيها من الآداب أيضا الوضوء واستقبال القبلة ورفع اليدين في الدعاء إلا إذا كنت على المنبر تشير فقط بالسبابة يستحب تتوضى وتستقبل القبلة التي يستقبلها المصلون في الصلاة وتدعو وترفع يديك وتدعو بتذلل وافتقار وتبدأ بالثناء على الله والصلاة على رسول الله وبالندم والاستغفار والتوبة والاعتراف بالتقصير ثم ادعو بخير الدنيا والآخرة واختم بحمد الله وبالصلاة على رسول الله من الآداب عدم العجل في الدعاء قال رسول الله يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي رواه البخاري من الآداب في الدعاء خفض الصوت تجعل صوتك بين المخافة والمجاهرة انت بتزعق ليه وانت بتدعو لو انا خطيب على الجمعة برفع صوتي عشان الناس تسمع لو بصلي بالناس امام انا عندي ميكروفون النفس يسمعه الناس ليه بتدعو اللهم اعطينا يا الله ليه كده ونعد نألف دعوات ونعمل سجع رخم ورزل ومتكلف ليه ادعو ببساطة كده ادعو بلسان الذل والافتقار للتقعر والتفاصح ده بعد الأئمة بيكتب ورقتين فلوسكاب ولازم هخلصهم والناس تئن يعد يدعو ساعة يا أخي مش كده لم يكن هذا من هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خفت صوتك في الدعاء قال ربنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت عائشة صلاتك هنا أي دعائك النبي سمع بعض الصحابة يرفعون صوتهم بالدعاء يسرخوا بالدعاء قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمّا ولا غائبا سيدنا زكريا كما سجلت سورة مريم تقول إذ نادى ربه نداءا خفية ما كانش بيصرخ في الدعاء هذا أيضا من أدب الدعاء ياك أن تتكلف السجع في الدعاء السجع المتكلف اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض تلاقي كده الدعاء كله آخره آلف وره آر 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 صلي عنا بالمختار ونجينا من النار وارزو أجعلنا من الأبرار واجعلنا من الأطهار آر 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 يا عم بلاش سجع متكلف يا أخي بلاش رزالة يا أخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لو أنت راجل فصيح العرب وده كلامك العادي لا بأس لكن من كان أفصح منك ما كانش بيسجع في الدعاء في كل دعاء كل دعاء ساجع متكلف كده عايزك تدعو أن تلابس ثب العبد المذنب الفقير الذليل المقصر المتذلل المتضرع حيزك تدعو بالتدلل وتضرع وخشوع زي ما ربنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ربنا مدح سيدنا زكريا وأهله فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا لما تدعو ربنا اجزم بالدعاء ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله عز وجل لا يصعب عليه أمر ولا يستجيب لدعاء من قلب غافل الله قال رسول الله والحديث رواه الشيخان لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت إذا حبيت بس اللهم اغفر لي إن شئت قال النبي ليعزم أحدكم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه قول اللهم اغفر لي ارزقني نجحني ارحمني اشفني بلاش إن شئت دي اجزم الدعاء وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ألح على الله في الدعاء ربنا يحب العبد اللحوح أوي قال ابن مسعود كان عليه السلام يعني سيدنا النبي إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا اوعتي أس تقول أنا ربنا يستجيب لي بقوله يا رب اكتب لي الحج بس حج إيه وانا لا أكل أصلا أنا معايا ميت ألف جنيه أحج وحج إيه والدنيا مقفولة يا رب زوجني زوجني إيه ده أنا بعيش بالدين هتجاوز منين واجيب شقة منين ومهر وشبكة منين يا أخي لا تيأس من رحمة الله قال سفيان بن عيينة لا يمنعنا أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عز وجل أجاب شر الخلق إبليس قال إبليس يعني ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين ربنا استجيب لي إبليس في هذه الدعوة هو أنت أشر من إبليس لي ذنوب ممكن ربنا يستجيب لي ممكن لا تيأس افتح الدعاء زي ما قلت بذكر الله وبالثناء على الله وبعدين بالصلاة على رسول الله ثم ادعو بخير الدنيا والآخرة ولا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم واختم الدعاء بحمد الله والصلاة على رسول الله قال أبو سلمان الدارني من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي ثم يسأل الله حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي فإن الله يقبل الصلاتين يعني على النبي وهو أكرم من أن يرد الذي بينهما أقبل في أول الدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي بالاستغفار والتوبة شوف شوف النبي علمنا إيه سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك شوف الاعتراف بالتقصير أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء يعني أقر وأعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شوف دعاء الأبوين الكريمين آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا شوف التذلل شوف الاعتراف بالتقصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين شوف دعاء سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني أنا لمقصر رب إني كنت من الظالمين ثم لكي يستجيب ربنا لدعائك إياك أن تكون ممن يأكلون الحرام فإن النبي ذكر فيما صح عن الرجل أشعث أغبر دائم الصفر يرفع يديه يا رب يا رب وأن يستجاب لذلك وقد أكل حراما وشرب حراما ولولبس حراما وغذي بالحرام وروي أن سعد قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة ولكي يستجيب ربنا لدعائك إياك أن تعتدي في الدعاء أعتدي في الدعاء إزاي؟ يعني تسأل أحدا غير الله مدد يا نبي يا رب اكرمني بجاه الحسين هو ربنا أمرك بكده هو ربنا قال لك وإذا سألك عبادي عني يجيب وسطه ولا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذا والله من الاعتداء في الدعاء ومنهم من يسأل غير الله مدد يا بدوي مدد يا ملعجايز الله فين ربنا من دعائك بتسأل مخلوق ميت لا يسمعك ولو سمعك لا يملك لك شيئا يا أخي النبي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا من الاعتداء في الدعاء ده من أمرات الساعة ومن الاعتداء في الدعاء أن تسأل في أشياء أعطاها الله لغيرك وعلمنا أنه لن يعطيها لأحد بعدهم يعني تصور واحد كده صلق يا من ليل بجزء وأم يدعو يا رب أعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يا جاهل هذه خص الله بها سليمان ولن تكون لأحد من بعده إلى يوم الدين ده اعتداء في الدعاء واحد يقول لك اللهم اجعلني من رسلك وأنبيائك حصل لك حاجة في دماغك ده خاتم النبيين والرسل محمد صلى الله عليه وسلم ده اعتداء في الدعاء واحدة أيما تدعو يا رب إلي ابن راجل أو هو يقول يا رب حولني إلى امرأة يا راجل خليك راجل بقى هذا من الاعتداء في الدعاء واحد قابل أحد الدعاء واحد قابل أحد الدعاء قال له ادعيلي يا مولانا قال له ادعيلك بإيه قال له ادعيلي إن ربنا يجعلني من العشرة المبشرين بالجنة ادعيلي إن ربنا يجعلني من العشرة المبشرين بالجنة قال له مستحيل قال له مستحيل على ربنا صعب على ربنا قالوا لا صعب عليك انت قالوا ازاي يعني قالوا اشلك مين من العشر المبشرين بالجنة وحطك مكانه ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سعد بن ابي وقاس ولا سعيد بن زيل ولا طلحة ولا ابن عوف ولا ابو عبيدة اشل مين وحطك مكانه قالوا اه والله صح ده العشر المبشرين بالجنة دول النبي ذكرهم في حديث طبعا المبشرون بالجنة على لسان النبي عشرات من الصحابة وفي اعمال اعمل بها وانت ان شاء الله من اهل الجنة انما عايز ابقى من العشر دول ما خلاص هذا حسم هذا من الاعتداء في الدعاء وهو من امارات الساعة الصغرى روى ابو داود وبه اختم وابن ماجة واحمد وغيرهم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه سمع ابنه يقول اللهم اني اسألك القصر الابيضة عن يمين الجنة اذا دخلتها قال اي بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور في الطهور يعني في الوضوء في الغسل يختسل او يتوضب مية كف شارع يعتدون في الطهور والدعاء يتجاوزون الحد في ماء الوضوء وفي عملية الوضوء في الطهور نفسه ويتجاوزون الحد في الدعاء اسأل الله عز وجل ان يجعلني وإياكم ممن يتأدبون بآداب الدعاء وممن يستجاب لهم في كل دعاء انه ولي ذلك ومولاه بحبكم في الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته